اتكلمنا بشكل مفصل عن منتخبنا الوطني اللي من نتمنى له كل التوفيق في مورات السنغال بإذن الله تعالى لكن عايزين برضو نطامن عن نادي الأهلي اللي استقنف تدريباته النهاردة استعدادا لمواجهة الهلال السوداني بإذن الله يوم السبت المجبل أو الحد المجبل تحديدا بعد ما مورا اتأجلت فهي مواجهة أكيد حاسمة ومصرية جدا عشان كده خليمي سريعا أروح لزميلي العزيز كريم أحمد من رئيس القناة النادي الأهلي من داخل مقر النادي بالجزيرة عشان يقول لنا أهم وأبرز ملامح مران الأهلي الأول في إطار هذه الاستعدادات وبداياتها يا كريم مساء الخير مساء الخير عليك زميل العزيز أمير يشام كل التحية لك والتحية والشكرة أيضا كمان موصول للجمهور العظيم جمهور النادي الأهلي أهلا بك يا كريم طمنا بقى على مران الأهلي النهاردة وبداية استعدادات الفريق لمواجهة الهلال السوداني بإذن الله تعالى نقدر نقول بعد الانتهاء الرحل كانت 8 أيام خلال أيام الماضية بيعود من جديد للنادي الأهلي الاستعدادات لها مباراة القادمة بإذن الله مباراة الهلال السوداني بإذن الله أماننا كبير جدا في لعبة النادي الأهلي والجهاز الفني زي ما شفنا للتأكيد والأداء المماز جدا الحقيقة في المباراة الأخيرة وتحديدا هي مباراة المريخ بإذن الله رهاننا كبير جدا على لعبة بعيدا طبعا عن حسابات نحن عندنا هدف وحيد أمير إن شاء الله وهو التحقيق النتيجة الإجابية إن شاء الله بالفوز. إن شاء الله كل الأمور تكون معنا بعد عودة لعبينا من المنتخب نطمن عليهم كل الأمور دي إن شاء الله بإذن الله تكون في مصلحة النادي الأهلي. النهاردة طبعاً أنت عارف أمير؟ يعني أول يوم بعد العودة مش هنقدر نقول أنها جرعة تدريبية قوية أو عدد كبير من الساعات. على قد ما نقدر نقول النهاردة كان في جزء مخصص في الجيم لطبعاً اللعبة المتواجدة. عندنا نقص عدد شوية بالنسبة للعيب النادي الأهلي في التدريبات. نظراً طبعاً للعبين في المنتخب الوطني وأيضاً كان اللعبين المحترفين. لكن نهاردة نقدر نقول كانت 30 ديئة أو 25 ديئة في الجيم ومباشرة على طول تأسيمة مصغرة كده. أنت عارف طبعاً من قدرش نقول النهاردة كان في أحمال أو رف حمل بدني على قد ما نقدر نقول النهاردة كان في تجمع لكل اللعيبة. مسيماني كعادته طبعا أكد على أكتر من نقطة المرحلة والتركيز خلال الأيام القادمة. لكن من خلالك أميراً عايزين نقول يعني نقطتين مهمين جداً ومؤشرات إيجابية جداً للنسبة طبعاً الخاصة للإصابات. تعرف طبعاً يعني هتكلم في البداية على كوكا الناس طبعاً عايزة تطمن على كوكا. الأمور ماشية معي. النهاردة قدر أقول لك أن أول تدريب لكوكا بيجري النهاردة في الملعب وده أمر مهم جداً وإشارة مهمة جداً على أن هو إن شاء الله بإذن الله مش عايزين نقول أيام على قد ما نقول دي إيجابيات كبيرة جداً في الفترة اللي فاتت الحقيقة اللي كان كلنا كنا مستنين كوكا أن هو يخش سريعاً مع النادي الآلي. كلنا كنا مستنين أن هو يخش في تدريبات الجامعية. لكن النهاردة مؤشر إيجابي مهم جداً أن هو يكون متواجد في جري خفيف. ده يدينا الفترة اللي جاية إن شاء الله أن هو تدريجياً ممكن يخش بعد خلال أسبوع أو أكتر من أسبوع فيها تدريبات الجامعية. من بعده كمان طمين على محمد هاني بيشارك في تدريبات الجامعية بكل قوة. ده عرف طبعاً هاني كنا فقدنا خلال أيام الماضية. لكن هاني طمين عليه بشكل كبير جداً. أيضاً كمان بيرسي تايو نهاردة بيشارك بكل جدية. كان عنده كادمة فيه الرجبة الأخيرة منعيته من المشاركة. لكن الحمد لله طمين على بيرسي. طمين على بدر. طمين أيضاً على محمد هاني. منتظرين إن شاء الله بإذن الله بدر يعود من جديد. الرابط إن شاء الله بالنسبة للبدر زي مخت المؤشرات بالنسبة لكوكا إيجابية إن شاء الله المؤشرات تكون إيجابية للبدر. صلح محسن بتأهيل طبعاً مستمر معه في المرحلة الأخيرة. بقى مع أكرم بقى عمار حمدي. كل اللعيبة إن شاء الله بإذن الله اللي فقدنا خلال آمن وضيقة عودة من جديد. تدريب النهاردة نقضلو كان جيد على أن يكون غداً إن شاء الله أمير تدريب النادي الأهلي صباحاً. لم يتم التحديد لكن عندنا الخبر أنه يكون إن شاء الله تدريب صباحاً لفريق النادي الأهلي. يا رب إن شاء الله مع اكتمال الصفوف من جديد النادي الأهلي يخش في التوفورم يكون الصفوف مكتملة ويقدر مسيماني يتجاهز كل اللعبة إن شاء الله. سؤال واحد ورد سريع قوي والنبي. عايز أعرف موقف محمود متولي ومدى جهزيته خصوصاً بعد يعني إصابة عبد المنعم وعايز عايز أعرف أخذ تطورات إصابة عبد المنعم وموعد عبدته للتدريبات بإذن الله. يعني في البداية متولي خلاص بيشارك في التدريبات الجامعية بكل قوة رؤية فنية وطبياً جاهز بالنسبة طبعاً للمشاركة رؤية فنية خاصة ببيتسو مسماني منعم خلاص بعد إجراء العملية الأخيرة نتطمن عليه إن شاء الله يعني المؤشرات بتقول في خلال أسبوعين إن شاء الله يكون متواجد مع فريق النادي الأهلي يشارك في التدريبات الجامعية يا رب إن شاء الله كل لعيبة المصابة اللي فقدنا خلال أما بداية تعود من جديد وتساند النادي الألف من شهره في البطولة الأفريقية إن شاء الله يا كريمة أشكرك شكراً جزيلاً على هذه المدخلة الوافية في الحياة ومليئة بالأخبار والمعلومات الهمة عن فريقنا فريق النادي الأهلي